كميات هامة من الأدوية المهربة والمهيجات الجنسية تم ضبطها بمنطقة غراج علال لدى بائعين يعمدان لترويجها بطرق سرية بعيدا عن رقابة الأجهزة الصحية المختصة كما تم أيضا خلال الأسبوع المنصرم إيقاف عصبة مختصة في ترويج الكوكايين مزودها الرئيسي إفريقي من دول جنوب الصحراء بالنسبة للقضية الأولى التي تتعلق بالضبط وحز مجموعة من المواد المهيجة الجنسية العملية تمت بغراج علال جوج دي العملية تم فاصلة تمكنت كذلك العناصر دي الفرقة المتنقلة تابع العناصر في القجينة الولائية من ضبط واحد المرويج دي الكوكايين مادة الكوكايين بعد واحد نصب واحد الكامين دياله بعد البحث وتحقيق المعامق معه تمكننا من وصول المزود الرئيسي دياله كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية أنفا من إيقاف عصبة مكونة من سبعة أفراد كانت تعمد لسرقة السيارات بمنطقة عين دياب عند مزاولة الضحايا للرياضة في وقت مبكر من النهار تم حجز ثلاثة ديال السيارات في حين تبين على أن جوز السيارات تم الإحرق ديالهم من طرفهم الإخفاء معالم الجريمة وفيهم حتى الوسائل اللي كانوا يستعملوا في الاعتداء كسكاكين أو واحد المدية كبيرة وهذا السبع هذه الأشخاص ستقدموا هذه الصباح أمام سيد الوكيل العام الملك باش يتأخذ اللي لازم في حقه أمن الحي المحمد عين سبا استطاع بدوره إيقاف وسيطين للبيع السيارات المصرقة ينتميان لعصبة تم إلقاء القبض على أفرادها مؤخرا تمكنا من إيقاف الوسيط في عملية تبيع ديال السيارات هذا الأخير هذا اللي دلنا بعد البحث على الشخص اللي كيتكلف بشراء السيارات المصرقة هذه الأشخاص اللي تم الإيقاف ديالهم تم الإيقاف ديالهم بقطاع كل من الفيدة وقطاع عين الشق هذا المعنين الدور ديالهم كيتمثل كيف مسفقة الإشارة أنهم كوسطة أي كانت المعاملة ديالهم مع أفراد العصابة مجهودة السلطة الأمنية بمختلف مناطق ولاية الدار البيضاء الكبرى مكنت خلال هذا الأسبوع من إلقاء القبض على عشرات المتهمين في قضايا مختلفة أبرزها السرقة وترويج المخدرات واعتراض سبيل المواطنين باستعمال العنف والأسلحة البيضاء في الرياضة وفي كرة القدم الوطنية أسدل الستار هذا اليوم على مرحلة الذهاب لدور المحترفين الممتاز بتتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب الخريف عقب عودته بفوز عريض من مدينة الجديدة عبد الحق شرد بملعب العبد بمدينة الجديدة وأمام قربة عشرة آلاف متفرد يسأسد فريق الرجاء البيضاوي أمام الفريق المحلي الدفال الحسني الجديدي وفاز بأربع إصارات مقابل إصابة واحدة يتوجب ذلك كفط للخريف بعد سرع كبير مع المطارده الجيش الملكي والويداد البيضاوي الهدف أول لفريق الرجاء حملت الضغيع المهاجم حنزا بوردو كان ذلك في الدقيقة الحاديثة عشر وعلى بعد ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول فيفياما بيدي لاعب خطأ